الحمد لله هل النوم عذر شرعي لترك الصلاة؟ هل كل نائم معذور؟ البعض منا يقول أنا معذور نائم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفيع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ لا يا أخي ليس كل نائم معذور النائم اللي يغلق المنبهات قصدا غير معذور النائم اللي يقول لأهل بيته اللي قومني والله ثم يهدد مهب معذور كيف يكون معذوره ما غاب عن الدوام ولا يوم وتارك الصلاة كل يوم فليس النوم عذر مقبول إلا لمن غلبه مع بذل الأسباب